إيه رأيك في قصة النهاردة لو الست جزء بطل يهتم بيها تعمل إيه؟ طيب أنت عايزة نتجاوب السؤال ولا نتكلم مع القصة دي بالتحديد؟ أنا هموت على الإجابة دي لأنه أكيد في ناس كير جدا قاعدة بتتفرج علينا وبيحصل كده دي بقية مشكلة كبيرة جدا في مجتمعنا وبنرجع نلوم الست وعد كده نقول للراجل من حقه والست مش من حقها لا لا طبعا هما لو الست بطل جزء يهتم بيها فإحنا عندنا طرفين في العلاقة فالطرفين عندهم مشكلة هو بطل لأسباب عنده وهي أكيد عندها أسباب خلته يبطل فهما الاتنين محتاجين يرجعوا تاني يصلحوا وركاتهم ببعض ويشوفوا الدفكتي فين عشان ينجع الاهتمام يكون موجود تاني من صلحها ازاي؟ محتاجين بقى ندخل طرف تالت هنا نروح لدكتور نفسي عشان يساعدنا إن احنا نصلح على علاقة اللي بوزت ما بيننا ونخلي وجهة النظر تبقى تاني ترجع وقتفقهم لو قال حاجة فيش خانطقية أصلاها مش مهتمية بالبيت انت مالك انت مش مهتمية بالبيت انت مالك أصلاها مش نضيفة أصلا مش مهتمية بالنفسي طب هو الرجل بيتلكك ده وهو الرجل بيتلكك ده بيتلكك كده من اللف لله يعني صحي منهم بيتلكك واللي عنده أسباب وتراكمات خلته يكرر انه يتلكك هي لا يا وقت ان هي تشوف شغلها وتشوف العيال وتشوف البيت وتلبس لك برضو هتتكلمي بشكل عام ولا عن شايماء عن شايماء طيب عن شايماء انت عندك ثلاث شخصيات أساسية ومحورية في القصة دي مين بقى الشخصية الأساسية المحورية الأولى اللي هي الأم أم مين أم الزوج أم الزوج دي شخصية محورية جدا وإن كان هي كلمتين ثلاثة اللي تقالوا عنها ولكن هي دي شخصية محورية اللي خلفت الزوج ده كيادة الزوج ده هي كيادة طبعا برافو عليك بس هي مش بس كده الأم دي هي اللي وراء كل حاجة حصلت في القصة لها علاقة بالزوج هي اللي خلت ابنها يبقى شخص اعتمادي لأنه الزوج ده عايز يبقى مدير يا جدع يبقى مدير في ثانية الشخصية التانية وهو شخصية اعتمادية وعايزين يتكلم عنه بالتفصيل لأن الشخصية الاعتمادية دي هي نتيجة أم يعني هو ما تولدش اعتمادي شخص الاعتمادية دي ما بتتكسفش على دمها ومراته بتصرف عليه لا ما والله عادي لا ما حدش ترب منك تضحيات يا بجحتك ده نتيجة أم ده يعني ناتج عن تربية أم خلت الشخص ده يبقى اعتمادي وخلت التصرفات اللي بيعملها اللي زوجته بتستنكرها دي هو شايفها حاجة عديدة بس شايماء مش ماما يا حبيب هو شايفها حاجة عديدة أنا مش ماما حبيب شايماء بقى الشخصية التالتة المحورية حريك هي عندها مشاعر تجاه الراجل ده لا وبتقول لك ده مهتم بي وبدأ يفتعد بي أنا عادة عمالة عندي مشاعر متضربة طبعا هي خينة هي زوجة خينة بس هو قال لي يعني هي جاية تشتكي دلوقتي بس هي بتقول اهو عايز شوفها بتنجح وبس وتنجح وبس حتى لو تنجح وبس هو طبيعي انها تنزل تقابل الراجل حتى لو شغل من غير ما تقول له جزء تخيل عشاء عمل اه عشاء عمل من غير ما تقول له جزء اي حاجة يعني لا هي قررت انها تنزل تقعد مع الراجل وتقابله وتخرج معه سنت عارف ان في مجتمعنا لو راجل نزل مع عميلة وعارف لو العميلة بعتدته ساعة ثلاثة ونص تقول له انت نمت النهار ده كويس او تسباح على خير اه عصيها نكسب من وراها كتير البيت هي تخيرب خلينا كمل معها وانت فاكرة ان انا بني وبني حاجة ده انا بس بجريها بكلمتين وايو ماشي بس الستر تسكت بقى مراته هتقول له كده وهو هيقول لها كده هي هنا مقلتش حاجة الجزء اصلا يعني هي هنا مقلتش حاجة الجزء اصلا هي بتنزل تقابله من ورا جزء من غير ما تقول حاجة مش هو اللي جايبها اللي عشان تاخد عمولة وبدأ فيش شاعر شوفت ربنا يعني انت اللي جايبها لها عشان تاخد منها عمولة ومش بس كده بدأ في مشاعر تتكون تجاه الراجل وتقولك ده مهتم بيه هو الراجل ما بيحسش ان مراته فيها حاجة زي ما احنا بنحس ان ده مرتب بدأ ينزل يبص عليها وصورها استنى 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 هو العميل ده ممكن يكون اصلا عميل أجير لا 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 هو اجدره جايب من ناحيته ده ده افكار بارانويد اه ده افكار بارانويد ليه ليه بارانويد ده مامتو بالكيد ده وهو بيعتمادي كده انا فكر في اي حاجة صعب صعب خليني اقولك ان هو قاصد انه ينزل ويتابعها ويصورها بس مش العميل مش حطه في سكة شايماء عنده ونخوة في الآخر يقول إن شايماء ويحشى يعني لا بالعكس طب وفيه راجل عنده نخوة ورجوه لو كده يصبر على مراته كل ده لحد ما يصورها إما هو عايز يصورها عشان دي خطة وعايز يخلص منها بالضبط وعشان أمه هي اللي أيلاله كده يعني هو الطبيعي إنه هو لو شخصية زي ما أنت بتقولي راجل عنده نخوة بتاعه هيروح يتخانق وهي بهد للدنيا لا مش هيتخانق هو معاش كده اللي هو بيحبها يوعيها ويرجعها لين هو ما عملش أي حاجة من الحاجات دي هو صورها وقال لها هتطلقي وتتنازلي عن فلوس المأزون وامه راح اتجاوزته ستة ستة زي ما بنقول مين ستة ستة اللي هو ده أنا هتطلقك وهتجاوز ستة ستك عارفة كده هو بالظبط أمك اللي لقيت لك بتدولها أنا عارفة أيها بتبقى الست بتبقى عارفة فالأم اللي عاملة كده تماما خدي بالك بقى ده مالوش عواقه بالراجل نفسه الراجل نفسه دي مش طريق تفكيره ده شخصية اعتمدية يعني أمه كانت عارفة قصة أمه كانت عارفة قصة بتاعت شايماء دي غالبا خدي بالك بقى الراجل ده شخصية اعتمدية فاشل من البداية من الدراسة وهو فاشل وكان بسقط في الكلية وهي أثرت عليه واخترته وهو فاشل وكان اعتمادي وهي اخترته وهو اعتمادي اعتمادي على أهله اللي كانوا بيدفعه الإيجار بتاع البيت ما يفعش يشتغل لمدير لا وأهل بس أين عايز تلك الحاجة وهي موافقة عليه اعتمادي يعني هي مختراء اعتمادي ده زي مالكة النحلة اللي كنا بنقول عليها اللي الراجل بيشوف واحدة نكحة فيجيبها الأرض لا هو ما كانش شايفها نكحة ولا حاجة هي اللي منقيها شخصية اعتمادية في عيوب وهي مختراء كده ليه بقى وموافقة عليه كده عشان هي شخصيتها أقوى وعايزة تفرض شخصيتها انت متحمل قوي على شايف أبدا 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 أقرق قصة سيدي الفاضل هتقول لك قارت عربعة مرات هي قالت في القصة ايه ختي بالك قالت في القصة ان هي اشتغلت ونكحت وعملت البزنس بتاعها وحوشت شخصية قوية ومختراء شخصية ضعيفة وأثرت عليه عشان هو بالنسبة لها ده تزوج المريح ليه؟ لها كانت مختراء مريح فيه با وفي الآخر هي اللي خانته مش هو اللي خانها يعني هي مختراش اخصية ضعيفة لسين ما خانتهوش برضو لأ دي خيانة أيوة النزول مش حلو بس مش خيانة لا خيانة طبعا هو الخيانة ايه بالزبط طبعا ما بدأ يبقى عندها مشاعر تجاه الرجل ده مين قالت اني عندها مشاعر ما حيل في توالد ما عنديش مشاعر هي قالت انه هو مهتم بي وأنا مهتمية بدأت أدي اهتمام خدي بالك احنا بنقدر نتحكم في مشاعرنا ولا ممكن نحبب أي حد في أي وقت خدي بالك بس طب رد على السؤال ده اه احنا ممكن شانا ممكن فجأة لأي نفسي بحب حد تاني أو بحب حد لا طبعا لو احنا عندنا عدود يعني اي حدود يعني انا في شخصيتي عندي حدود ما بوصلش حد انه يقرب مني لدرجة اني انا يبقى عندي تجاه ومشاعر افرد مقربشو انا بنيت سيناريوهات مريضة في خار يبقى انا اللي عندي مشكلة اه طبعا طيب بس احنا ممكن افرد انا مجبرا انا اشتغل مع الشخص ده وانا متجوز كان ممكن احط حدود وهخلي العلاقة بيننا تبقى واضحة وصريحة والعلاقة علاقة تشغل وفيها احترام اكتر من اي حاجة من غير ما يجي قول لها اصلا انا مهتم بيكي طب ممكن اصرح الطرف التاني لو اجوزي بقى لو اجوز الطرف الاول واقول له انا عضيع منك طبعا الحقني جميل ده كان لازم يحصل كان لازم تروح تقول له جوزها كده وتقول له كذا وتاخده معها في الميتينج مع الراجل ولا تبقى كيادة ما كانش هيعترد ولا تبقى كيادة زي مامتو تقول له بيقول لك ايه ناسيت سيدك دلوقتي بيبصلي وكانت ممكن تتلعب كده انتي واخد بالك بس ان هي من الاول مختارة الشخصية دي وعملت كل حاجة هي لمسيطرة يعني هي في العلاقة لمسيطرة هي اللي في العلاقة اللي ليها الأبر هاند وليها الدومينيشن وشايفها طول الوقت فاشل استاني بس معا هي اوبرهاند مايشي هناولك ليه عشاني ينجح منه وشايفها طول الوقت فاشل وبتنقضه طول الوقت وبتقول انه راح وفشل في السعودية وراح وفشل في مش عارف فين وودته دولة خليجية وسنة ونص ومستحملش وعايز اشتغل مدير طول الوقت فهي مختارة كده وعملت تنقضه وبعدين بعد بختارته كده تعرف ان انت مونتش عليها للاعتمادي وانت عليها هي العبر خليني اقول لك حاجة تانية بس بتقول لك هو سافر سنة ونص صح؟ وكانوا اكتر سنة ونص عشتهم مستقرة في حياتي ايوه انت مبسوطة ان انت عشتش من غير جوزك انا مش فاهم يعني حتى التعبير بتاع الجملة كانوا اكتر سنة ونص مستقررين في حياتي 8 سنين حريك ما اطلقتيش ليه بالاول طرح ما احسن وقت هو بعيد قوي